السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بطلبة الصف الاول الثانوي معدنا النهاردة مع شرح جديد لليونت الموجودة اللي هو يونت ايت بعنوان روبورتس روبورتس طبعا معنا ايه الانسان الايلي تمام كده نبدأ ان شاء الله بعد الانترو نبدأ طبعا بالكلمات اللي هي الكي ويرد بعدين نشوف الكلمات العادية اللي هي في اليونت اين بيقولك ايه كليك هي بمعن ايه ينكر واحد طبعا بنعملها كليك على الماوس كليك على الكي بورد كليك يعني ايه ينكر بسببها وكده طب فاميليار فاميليار مألوف حاجة معتادة او مألوفة ان ايب اختصار ابليكيشن ابليكيشن لو ايه تطبيق ماشي اه انفنت يخترع انفنت انفنتشن اختراع انفنتور مخترع تاني انفنت انفنت انفنتشن انفنتور فيكل فيكل عربة مركبة يعني ايه مركبة يعني ما اقولش مسلا ان هو زي بوت يعني مركب لا مركبة يعني كلما يركب يعني باص. تاكسي ميكرو باص عربي عادية كله ده اسمو ايه فيكل ماشي. ايه جي بي اس وايه اختصار كلمة كبيرة اللي هي نظام العالمي التحديد المكان وعارفين طبعا defects تكنولوجي معروفة تكنولوجي وتكنولوجيكال اللي هو ايه شيء تكنولوجي الصفة يعني يسافر من مكان الى اخر تشات كلنا عارفين امورش شات تشات يدردش عبر الانترنت او العادي يعني انت مثلا واحد بتكلم على زميلك بردو اسمه تشاتينج بتكلم منك ليه على طول مش لازم على الانت يعني تغذية راجعة يعني ايه تغذية راجعة يعني مثلا بعد ما انت مثلا بتشوف مثلا تطبيق معين برنامج معين مقالة معينة يريد تديني الفيدباك ان انت بتقول رأيك فيه بتقول والله ميزات كذا وعيوبه كذا زي مثلا ما انت بتعمل ساعته على الابليكيشن على الجوجل بلاي ان يقولك قيمنا ادينا رأيك في الابليكيشن فانت بتقول ده جميل ده وحش ده مش عارف ايه ده اسمه ايه فيدباك تمام طب ايه كويز اختبار قصير او مسابقة اونلاين اونلاين حاجة على الانترنت برينستورم عصف ذهني برضو حاجة زي كده الفيدباك ان انت بتسترجع معلوماتك فيه وقت معين وتجمع فيه كل ما يتعلق بهذا الشيء وحنشوف طبعا امثلة نافيجيت يبحر او ينتقل يتنقل ممكن انت مثلا على مثلا جوجل براوزر ولا حاجة على الكمبيوتر بتدور مثلا على حاجة معينة وتخش على الموقع وتخش على الموقع تاني ومنه تخش على الموقع ثالث اسمه ايه اسمه نافيجيشن نافيجيشن هو ايه ملاحة او ابحار او لو انت مثلا ركب مركبة حاجة او بتبحر فعلا فتسميها النافيجيشن العادي يعني طيب نتائج او شيء مترتب على شيء او بنسميها عواقب دي الافضل يعني عواقب يتواصل باي وسيلة يتواصل اما بنفسه او بوسيلة اتصال الكميونيكيشن هو الاتصالات او التواصل وسائل التواصل عندنا قلناها خلاص بقى اخد بالك من دي get round get around get around يستوعب او يحوم حول المكان get around خد بالك hybrid vehicles ده طبعا تعبير جديد هو ايه مركبات هاجينة يعني ايه مركبات هاجينة هنشوفها طعم بالتفصيل لكن هي باختصار العربية اللي هي بتسير بالبنزين والكهرباء او بالبطارية يعني تمشي بالاتنين طبعا الوقت موجودة في اوروبا الاتنين بدلا ما انت يبقى عندك مشكلة مثلا لو العربية البطارية بتاعتها خلصت او الكهرباء الشحن بتاعها خلص فيتنتقل تلقائيا للعمل بالبنزين او بالكهرباء حسب السيارة بتاعتها كونه موجود في اوروبا مش ان هو جديد يعني سمارت فون هاتف زكي اللي هو الهاتف اللي فيها نت هي اختصار كده هاتف في نت موبايل عليه نت تمام الكلمات الاساسية بتاعتي the internet the internet معروفة device جهاز زي موبايل زي كاب ماشين زي اي حاجة abroad في الخارج برا برا البلد fortunately لحسن الحظ cause cause يسبب او سبب cause steam اللي هو البخار mention يذكر وعرفنا كلنا على النت بنعمل يقولك يعمل لي mention يذكر يذكر فلاني tip معنى نصيحة ويبقى شيش برضو لو انت في محل بتاخد tip يبقى ايه tips يعني بيقوله علي tips لو ايه بقى شيش global عالمي كوني حاجة ايه على مستوى العالم position مركز او موقع useful مفيد petrol بترول بترول هو البنزين برا يقول حتى في الدول العربية سوي بترول يعني حط بترول يعني ايه حط بنزين احنا في مصر نقول له يحط بنزين هي اسمها ايه بترول electricity ليه الكهرباء معروفة engine engine محرك الموتور translation translation تمشي الاتنين ترجمة project project مشروع button الزرار اي حاجة سواء في الملابس او على الاجهزة هابت هابت عادة عادة شخصية below below اسفل او تحت system معروفة نظام exactly بالضبط remember يتذكر غير كيمة يذكر يذكر مش يعني ايه يفتكر لا معناه ايه يذكر في كلامه يعني اذكرني عندك يعني ايه خليني موجود عندك فاهم لكن remember يتذكر عكس ينسى اخد بالك stress stress او الضغط العصبي advantages مزايا مكتوبة غلط مزايا relax يسترخي control يتحكم فيه و سيطر على factory مصنع بالتالي كلمات كلها عارفينها تقريبا يعني boil يغلي او يسلق حاجة boil possible possible probable محتمل زيها يعني discuss discussion مناقشة map الخريطة غالي كلها كلمات ايه انتو عارفينها اكيد يعني معدينها بكتير air conditioning air conditioning نظام التكييف نظام التكييف في مكان ما grid درجة او صف دراسي درجة او صف دراسي unlikely غير محتمل غير محتمل مش يعني مش قادر تحمله لا يعني مش مش قابل في الايه في المناقشات يعني لا ممكن ما يحصلش قول unlike مش محتمل خالص يعني improve يحسن خد بالك مش يحسن يحسن go out يخرج go out find out يكتشف شوف go out find out دي حاجة و دي حاجة روبوت قلناها روبوت انسان آلي distance مسافة distant بعيد distance زي far كده او remote hybrid hybrid خاليط قلناها حاجة ايه مكوناة من خاليط من حاجتين او اكتر posts posts منشورات بنقول ده من ايه انا كتبت بوست على الفيسبوك على التويتر essay essay اللي هي المقالة consequences قلناها خلاص useful مفيد قلناها برضو project قلناها كل ده ايه معايد a комب electric electric يكلف او تكاليف disadvantage عكس عيب مش ميزة a company شركة و negative positive ايجابي عكسة negative سلبي decline ينخفض ينزل في مستوية تدهور decline سقوط مثلا امبراطورية او دولة او كده conduct conduct slug او يوصل او يجري خد بالك كذا حاجة يعني ايه تنفع slug slug يعني انسان بيسلق بشكل حلو او وحش او يوصل او يسلق او يوصل الحرارة يوصل القهربة يعني يتمشي كذا حاجة position قلناها خلاص وجهات نظر او مناظر طبعية حسب ايه الجملة وبرضو معنى مشاهد views related to مرتبط ومتعلق بجريت عارفين عظيم comments مش comments لا comments تعليقات لك امقول comment comment يعلق هدبالك comment يعلق فعل فعل لكن comments ها تعليقات قلنا fortunately خلاص لحسن الحظ فان متعة او مرح ماشين ايه 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 بمعنى يبحدر ايه الكلمات اللي هي الاهم اللي جاهد دلوقتي نشوف ايه عندنا هنا الموضوع الاول هو بتاع reading بيقولك ايه what is the best invention ايه احسن اختراع that we have today عندنا النهاردة and why is it so great ليه هو عظيم الاختراع عظيم please leave your comments below من فضلك اترك طريقتك في الاسفل يعني ده ايه كأنه مقالة كده وانت ايه بتعلق عليه بيقولك ايه باهر 12 minutes ago طيب من 12 دية the internet is the best invention بيقولك ان الانترنت هو احسن اختراع that we have today عندنا النهاردة ده رأيه كده يعني you can find information ممكن تجد معلومات about anything you're interested in عن اي شيء انت مهتم بي it's really useful هيكون مفيد اوي if you need to find out something لو انت عايز تكتشف محتاج تكتشف حاجة for a school project خاصة مثلا بمشروع مدرسي يعني انت بدور على حاجة فطبعا اكيد بيفيدك الانترنت في كده for example مثلا يعني i'd never be able to do my homework ان عمري ما قدرت ان انا اعمل الواجب بتاعي without it بدونه the internet also makes life easier وكمان الميزة التانية ان الانترنت بيجعل make some money يجعل life easy رجال الحياة اسهل in your free time في ال free time وقت ايه الفراغ وانت عندوك طبعا طول النهار وقت الفراغ فبالتالي اكيد الحياة اكثر متعة you can buy anything you want كمان بقى حاجة تالتة طبعا لو انت بتكلم مثلا يعني لو جالك ده مثلا موضوع اسي ولا حاجة فوائد الانترنت فانت قادي ثلاث حاجة تقدر تشتري اي حاجة you want عايزها online من النت with a click of a button بكبسة زر او دوسة زرار يعني تبدو سعى الزرار وتشتري اللي انت عايزه you can also communicate تقدر كمان تتواصل with your friends easily مع اصدقائك او صديقاتك بسهولة even if they live abroad حتى لو هم عايشين في الخارج ادي ايه طبعا ايه رأيو اللي هو باهر في ال احسن اختراع sorry النهار طيب بالنسبة ليه خديجة خديجة 23 minutes ago من 23 دقيقة بيقولك in my opinion بتقول فيه رأيي gps اختصار بقى احفظ عشان ايه دي برضو مفيدة مش تبقى ازا اي حد وخلاص لازم عندك ميزة global positioning system global اللي هي g positioning p system s gps system نظام positioning تحديد موقع global عالمي يبقى ايه نظام تحديد الموقع العالمي يعني لو انت معاك gps في الموبايل بتاعك او في العربية بتاعتك اي مكان هتروحه في العالم هتعرف انت رايح فيين جاي منين المكان في الموبايل يروحه ازاي وكده فبنقول ان انت معاك gps يبقى حينفعك في ايه وصولك للمكان بسهولة فبيقولك ايه هي رأيها كده ان gps is the best invention هو احسن اختراع gps helps you بساعدك gps to navigate navigate هو ايه تبحر تمشي بالعربية تمشي بالمركب باي حاجة your journey رحلة بتاعتك from one place to another من مكان الى اخر you can use it دستخدمه when you visit a town لما تزور مدينة that you aren't familiar with انت مش يعني عرفها اوي يعني انها مألوفة بالنسبالك يعني in the past في الماضي people needed maps تخيل كده في الماضي كان ناس بتسافر ازاي كانت محتاجة ايه maps خرائط عشان get around عشان تسافر وتمشي وتروح وتيجي but gps is more useful لكن طبعا gps النهارده اكثر افادة because it just tells you what to do لانها بس بتقولك تعمل ايه يعني يقولك اتجه يمينا اتجه يسارا امشي واش عارف قد ايه حتلاقي ايه كده يعني if you don't know how to get somewhere لو انت مش عارف تروح فين او المكان اللي انت رايحه the technology will tell you التكنولوجيا حتقولك exactly where to go بالضبط تذهب اين تروح فين most cars موظم الكارز السيارات الباسز and other vehicles والمركبات الاخرى need petrol محتاجة petrol بنزين يعني but petrol is becoming more expensive لكن البنزين بيعتبر ايه بيغلى كل يوم طب what would we do نعمل ايه if we didn't have petrol لو مش معانا petrol انت عربية خلاص الpetrol finish وخلصت وبتاع انت مسلا في مكان بعيد عن بنزينة او حاجة fortunately لحسن الحظ we now have hybrid vehicles الان عندنا عربيات هاجينة اللي احنا قلناها ايه من شوية ايه هي بيقولك hybrid vehicles use both بيستخدم الاتنين petrol and electricity petrol وكهرباء عشان drive the engine عشان تحرك الموتور for this reason لهذا السبب the vehicle uses بتستخدم بالعربية دي a lot less petrol a lot less خد بالك a lot كثيرا less اقل ايه دي بقى معانا هاي a lot less petrol يعني ايه petrol يعتبر اقل بشكل كبير ايه دي المعنى كده a lot less petrol بشكل كبير there are also cars برضو فيه سيارات that are only electric هي بس كهرباء بس يعني بتسيب بالكهرباء فقط at the moment في هذه اللحظة او في هذا الوقت they cannot go long distances العربية دي اللي هي بتسير بالكهرباء ما بتمشيش مسافات طويلة طبعا انت اكيد في بالك حتول اه طم الشحنة يخلص وانت ماشي تعمل ايه although they are يسرى من هي مفيدة طبعا ان هي travel short distances ان هي بتسافر مسافات قصيرة يعني ممكن جوة المدينة او حاجة like to school or to the shops ها تروح بيك المدرسة تروح بيك المحلات طيب هنا فيه زيادة فيها دياريت تاخد الحاجات دي كده screen shot وتحفظهم مع نفسك كده لانهم طبعا كتير جدا يعني طبعا ايه حنقرأ حنطول بس وقت الفيديو على الفات خدها كده screen shot و يعني استفيد بيها دي opposite طبعا هي العكسات يعني above عكسها popular unpopular وهكذا prepositions اللي هي حروف يعني كلمة لازم بيجي مع حرف غر يعني مسؤول communicate with مثلا طب effect on تأثير عالي بقى انا بكلام على حروف غر هي دي ايه اللي تهمك طبعا مش كله بيبقى مهم لكن في حاجات بتتكرر كتير يعني برضو خدها screen shot تمام طيب فيه بعد كده برضو expressions ياريت برضو تستفيد بيها تعبيرات بعد التيبرات المهم بيحصل كذا ومن ناحية اخرى on the other hand فاهم GPS بس اختصرها ايه from one place to another دي برضو حاجات تعتبر مهمة برضو خدها كده screen shot ماشي ياريت ناشي translation words يعني برضو ايدي حاجات تعتبر زياد ماشي طيب ده النهاية بتاعة الفيديو النهاردة وطبعا ان شاء الله هنكمل بقيت اليونت المرة جاي بإذن الله وحتى ذلك الحين اتمنى لكم وقتا سعيدا ومفيدا